هو السلاح بينقسم لسلاح سيف وسلاح سيف مبارزة وسلاح شيش كل لعبة لها القوانين بتاعتها لها السلاح بتاعها وكمان لها اللبس بتاعها السيف بيختلف اللبس بيختلف الطارجت إريا نفسه اللي أنا بحط فيه اللمسة مختلف فسلاح سيف مبارزة أنا بجيب في الجسم كله ما عنديش حاجة اسمها آوتوف طارجت أصلاً لأننا الجسم بالنسبة لي كله طارجت السلاح السيف أنا الطارجت بتاعي الجزء العلوي بتاع الجسم بالدراعات بالمسك سلاح الشيش أنا الجزء بس عندي اللي هو العلوي ده بس من غير الإيد وطبعاً الظهر إنكلودد في سلاح السيف وسلاح سيف المبارزة وسلاح الشيش يعني كل الجسم من قدامه من غيره هي لعبة من الصعبة طبعاً حد يتفرج عليها يقدر يعرف مثلاً اللمسة ديت حسبت ليه أو كده لأنها قوانينها معقدة شوية يمكن إحنا نفسنا بنختلف أحياناً في لماسات يعني أنا نفسي وأنا لعبة ممكن نشوف لمسة حس إنها الحد ولاقي الحكم إديها الحد تاني بس أنا ممكن أميز بس إيه باللون اللبس يعني سلاح سيف المبارزة ده كله لابس أبيض وسلاح سيف ده بيبقى لابس من فوق كله سيلفر وسلاح الشيش بيبقى لابس السيلفر ده من غير الدراعات ما بيبقاش لونها سيلفر المفروض إنه هو الجهاز نفسه بيبقى متوصل ببعض بمتوصل بكهرباء وأنا نفسي بلبس دي كيبل كده بوصل السيف فيه وبتوصل بالبكرة نفسها من وراء اللي هي متوصلة بالجهاز حيث إن أنا لما أجيب اللمسة أنور هو أنا كنت وقتها صغيرة جداً فمكتش أنا باختار أي رياضة ألعبها فممتي هي اللي يعني شافت السلاح ده كان الصالة في نادي الشمس صالت لتايكوندو جنب صالت السلاح فشافت السلاح حاست إنها حاجة جديدة كده ومختلفة وشكلها لعبة يعني راكية فاختارت إن أنا أدخلها أنا كنش بحب السباحة خالص مش من الناس اللي بتحب المية والتمرين متاع السباحة متعب جداً وكنت لعبت بطولة كده صينائي تلقيت الأولى في الجاري والأخيرة في السباحة فمن ساعتها ما كنتش عايزة أكمل في السباحة التايكوندو أنا كان عجبني بس يعني حق يعني ممطي مثلاً جات في وقت لما شايفت السلاح قالت لا خلاص أنا هلعبها سلاح يعني مكان التايكوندو وأنا ما كنتش لسه برضو دخلت بطولة أو حتى يعني كنت بالحزام الأبيض ما خدش أي حزام فيه ولا أي حاجة مكانش السلاح مش مكانش أشددني هو بس الفكرة أن السلاح كان يعني كان سيني صغير قوي كان عن 6 سنين والبطولات من 9 سنين كتالفرقة كلها بتشارك في بطولات وتلعب بطولات وأنا الوحيدة اللي حتى مش بلعب معاهم موتشات أو كده يعني اللي هو المدرب قعد سنة يعلمني أساسيات سنة واحدة بروح الخط بعمل اللي هو المرشي والرمبي بتاعت السلاح ومش بعمل أي حاجة تانية حتى أختي أكبر مني دخلت السلاح بعدي ولعبت بطولات قبلي فكان الموضوع بالنسبالي مملة قويا كل سلاح فيه صعوبة بس طبعا السلاح الشيش صعوبته أكتر زي ما حدتك قلت وكمان أن أنا يعني بحتاج أحضر أعمل بريباريشن بحتاج سرعة بحتاج بط بحتاج كل حاجة فيه يعني مش بعتمد على عامل معين بس أنا عشان دخلت صغيرة قوي وسلاح الشيش من الأسلحة اللي بتحتاج إنه هو يكون فيه أساتيات يعني حتى بيزيكلي يعني الناس بيقولك ادخل سلاح الشيش تأسس وأنت ممكن بعد كده تروح سلاح سيف أو سلاح سيف مباردة أو تكمل في سلاح الشيش فأنا دخلت صغيرة قوي فدخلوني سلاح الشيش وكملت فيه يعني ما كنتش أنا اللي مختارة لأن أنا في البداية برضو ما كنتش أعرف الفرقات أو كنتش فاهمة قوي يعني هي السلاح لعبة شاملة كل حاجة هي بس مش فتنس بس أو يعني الجزء اللي هو الفيزيكلي ولا حتى الجزء المهاري بس إحنا كمان عندنا جزء منتل ده عامل قوي قوي يعني أنا ممكن أكون أنا الفيزيكلي بتاعي كويس والسلاح كويس بس بيحصل لي منتل بريكداون في البطولة وفي نفس الوقت هي كمان بتعتمد على الفكر لأن أنا بحتاج أن أنا مثلا أقرأ اللي قدامي الرياكشنز بتاعته إيه بيلعب إزاي إيه التاكتكس اللي ممكن يمشي عليها لما يغير أغير معاه فهي شوية بتعتمد على كل حاجة ما قدرش أقول إنها يعني في حاجة معينة لو فرقت تفرق بس اللي يفرق فعلاً المنتل يعني اللي هو عنده الروح وبيلعب وكده ممكن يبعنده ستايل غريب جداً بس بيكسب يعني وأنا الحمد لله يعني خدت على المستوى المحلي بطولات كتيرة قوي المستوى الدولي خدت أفرقيا يعني يمكن أكتر من ست مرات طبعاً في مراحل مختلفة وخدت فيها فضة برضو خدت برونز شاركت في ألمبياد الشباب في 2014 كنت أصغر لعبة أصلاً في الإفنت يعني وبرضو خدت أول في بطولة البحر المتوسط وخدت أول في بطولة العربية وخدت في بطولة البحر المتوسط يعني مادليا البرونزة حوالي برضو 3 أو 4 مرات وكدت في وقت ما يعني مصنفة من العشرة الأوائل هو الجونيورز يعني تحت 20 سنة يعني من أكتر البطولات اللي أنا بحبها أول بطولة بحر المتوسط لعبتها في 2015 هي النظام بتاعها أن أنا بلعب 17 تاني يوم بلعب 20 تالت يوم بلعب الميكس التيمز فيوم السبعتاشر ده أنا خسرت من دور الثمانية وكان تاني يوم على طول العشرين فأنا ما عنديش وقت إن أنا أفكر في حاجة أو أعمل لي حاجة أنا هلعب وخلاص وقردي خسرت في سني يعني فما كدش خسر أنا حاجة ويعني جي في حظي البنت الإيطالية اللي خدت أول في دور الثمانية يعني هي خدت أول في السبعتاشر لعبتها أنا في دور الثمانية والعشرين وساعتها كسبتها ومتش ده من المتشاط اللي أنا يعني بفتكرها معظم الوقت اشتركوا في القناة